اتهامة واتهامة متبادلة بين الحوثيين وأتباع المخلوع تبرز إلى السطح قمة جبل جليد تحاول أطراف الانقلاب إخفاءه بشتى الوسائل الأمر الذي لم يعد مقدورا عليه فالخلافة وصلت إلى حد الاشتباك بالأسلحة كما حدث مؤخرا في محافظة إب ومحافظات أخرى واغتيالة متبادلة بين الطرفين حسين ثابت محمد اليعري من اللواء 29 عمالقة سابقا والآن التحقف مع زملائي في مارب لأجل عادة الشرعية سباق المناصب والاستحواذ على ممتلكات الدولة عن بقى الشرخة في تحالف الانقلاب خصوصا بعد تشكيلهم ما يسمى بالمجلس السياسي وتصادبهم عاما تسمى باللجنة الثورية الحوثية مظاهر الصراعي تبدو واضحة في شوارع صنعاء إذ يحاول كل طرف تعزيز قوته وفرض سيطرته على حساب الطرف الآخر حتى أكثر المتفائلين من تحالف الحوثي وصالح لم يتوقع أن يدوم هذا التحالف طويلا ما بأث هذا التحالف أن يمضي عليه العامين وهو يخب حرب مصيرية تحدد مصير التحالف ككل حتى بدأت الخلافات تظهر بين أوساط التحالف المؤتمري الحوثي على تقاسم السلطة وظهر هذا جليا من خلال تشكيل المجلس السياسي مصادر قبلية قالت أن المخلوع يجري اتصالة مكثفة مع زعماء قبائل محيطة بصنعاء محذرا إياهم بشكل واضح من التعامل مع الحوثيين شركائه في الانقلاب كما عمل المخلوع مؤخرا على سحب وحدات عسكرية من قوات النخبة وإعادتها إلى صنعاء التعزيز الحراسة الشخصية له ما يشير بحسب مراقبين إلى تخوف جدي من أقدام الحوثيين على اغتياله خصوصا وأنه بدأ بتبادل الاتهامات والسباب العلني مع القيادات الحوثية عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولو عبر مقربين منه وهما لا يخفى على الحوثيين الذين ردوا بالمثل تتسارع الخلافات وتتسع الهوة بين حليفين الانقلاب ومع الانتصارات التي يحاققها الجيش الوطني لا سيما في الجباد الشرقية للعاصمة صنعاء يتوقع مراقبون أن تتصاعد وتتفاقم حدة الخلافات بين الطرفين لتصل إلى صراع أسكري مفتوح بين الحوثيين من جهة والمخلوع وأتباعه من جهة أخرى لقناة الإخبارية صلاح بن لغبر عدن أدن